السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة 28 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 6 و 53 دقيقة من صباح اليوم يوم الأربعاء 29-11 لينتقل القمر بعدها لبرج السرطان طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و 20 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته تأثيره على جميع الأبراج في هذا اليوم بنشعر بالنشاط الرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبرضو بيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك طبعا ممكن نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 9 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نعمل لها عمليات جراحية كبرى عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا يعني أنه العمليات الجراحية لهاي الأعضاء ما بنصح فيها ولكن باقي أعضاء الجسم يعني بدأت المرحلة أنه ما في أي مشاكل لإجراءها لأنه القمر الآن في مراحل تناقص بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن ما في أي مشكلة والجراحة برضو هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق فجرا اللي هو فجر يوم الأربعاء وبيستمر لغاية الساعة ستة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وستة عشر دقيقة عصرا بصير ستة عشر يوم نسبة الإضاءة ستة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس الآن بنسبة خمسة وسبعين في المية في ساعات الفجر سعيدة بنسبة خمسين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم 29-11 سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارة في القاوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء سعيد بنسبة 45% المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 3-1-12 منتحس بنسبة 10% زخل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهم شي إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات بشكل كبير اليوم حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في بيت المال اليوم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم وممكن تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أو فواتير أهم شي إنكوا تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لا استحقاقات مالية أهم شي إنكوا تتجنبوا نزوات التسوق وحاضروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة ولكن في فرص كثيرة اليوم للمكاسب المالية أو تحسين وضعك المالي أو ترتيب الوضع المالي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم مميز جدا بالنسبة لكم اليوم عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها تلمس انفراج ترتفع المعنويات بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطق وعزيمة بتتلقى جواب ممكن كنت تنتظره في الفترة الماضية أو يوصلك خبر أو معلومة يعني بتكون مفاجئة بالنسبة لإلك وفي هاي الفترة بتتوضح لك كثير من الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة على المستوى العاطفي انت اليوم ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم يعني يعتبر من أسوأ الأيام خلال هذه الفترة لأن القمر موجود في بيت المتاعب فمنال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعلات والعصبية والتوتر خذ قصة من الراحة لأنه ممكن تعيش يعني وقتك شوي يعني يطلب منك أنك تبعد حاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي وبرضو لا تتخذ قرارات حاسمة وإعمل بشكل روتيني بدون اتخاذ قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأشخاص لإلك أو ممكن اليوم تطلب دعم من أحد المعارف أو أحد علاقاتك أهم شيء أنه اليوم ممكن ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم استشير أهل الإختصاص بكثير من المسائل لا تخذ برأيك فقط ابتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة أو تأييد أو دعم لقضيتك أهمش أنك ما تستسلم اتفاعل بالخير في منكم ممكن يتوجه له دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم اليوم حاولوا قدر الإمكان يعني لا تخالفوا قوانين لا تجازفوا لا تدخلوا بأي شيء ممكن يعمل علامة استفهام عليك حاول أنك تحافظ على سمعتك وإنجازاتك القائمة في مجال العمل وعلاقاتك مع المسؤولين قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أي شخص أهم شيء أنك تدع خجلك جانبا تعبر عن آراءك بثقة وجراءة ولكن اتجنب الكلام القارس برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما هو هنا اللي بدي يتقدم لإمتحان أو عنده مقابلة بدي يستعد بشكل جيد ولكن رغم هذا الكلام إلا اليوم إنه اليوم عندك نشاط عالي جدا بالاتصالات والحوارات العلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو امتحانات جامعية أو دراسة أو دورات تعليمية كلها هاي مفتوحة حتى القضايا القضائية الاستراد والتصدير أوراق الهجرة والإقامة كلها هاي اليوم مفتوحة حتى على المستوى العاطفي هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما تكثر الانشغالات الإدارية ولكن معني انتبه لصحتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة حاولوا انكوا تسارعوا لترتيب أوراقكم ملفاتكم التزاماتكم فواتيركم الأموال المشتركة هي كل مال معك شريك فيه البنك ضريبة تامين الزوج الزوجة القروض المواريث ميرات مثلا هاي كلها أموال مشتركة اليوم رح تنشغل في بعضها يعني كل شخص على حسب حقل اختصاصه بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو لا استشارته أهم مش إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء في بعض الأمور اللي ممكن تنشغل فيها الليلها علاقة بالبيت والعائلة برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعا اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج طبعا القمر الآن مقابلك تماما وهذا الشيء يعني بيخلي هاي الفترة صعبة بتضقل خلال هالهموم والمسؤوليات والالتزامات وبتخليك عصبي شوي أو هي كي بتحس بالاكتئاب أو إنك مضغوط بتعيش لحظات صعبة ومحرجة ممكن تعاكسك الظروف وتظهر لك معاكسات كبيرة أهم مش إنك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر ولا تكون عصبي برضو ومش أي شخص بدي يعمل معك مشكلة تتجاوب معها حاول تضبط أعصابك شوي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا إنكوا تنجزوا الأعمال السابقة انتبهوا لصحتكم حذروا من بعض التراجع الصحي في بعض الأوقات ممكن بعضكوا يكون عنده مراجعات طبية مراجعة لأدوية علاجات أو فحصات واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه وأهم إشي اليوم ما تدخل يعني حاول إنك ما تدخل بأي نقاشات أو حدية ما بينك وبين زملائك بالعمل وباكر لعملك وترك مساحة للغير بالتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وكثير من الأشياء اليوم إيجابية بالنسبة لإلك لأن القمر اليوم موجود في بيت الخامس اللي هو بيت الحب والعاطف والحضوض والمال وإلى ما لنهاي والأبناء والفرحات والمناسبات فعشان هيك اليوم بتكثر عندك التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك بيفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك وبرضو حاول اليوم يعني تمارس هواية تجميل أي شيء يعني يغير من نفسيتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز اليوم رح يكون على البيت على العائلة فاليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة والعقارات والترتيبات والتحسينات والأجواء الجيدة اليوم مناسبة أو عندك خبر معين ممكن اليوم تخصص وقت مهم لعائلتك أو لشؤونك الخاصة أهمش أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو ممكن مشكلة عائلية أو صحة أحد أفراد العائلة فعشان هيك اليوم بدك تنظم أمورك بشكل جيد وتسمع كل شيء وتتحرك بكل الاتجاهات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر